رأت صحيفة نيويورك تايمز أن النشوة التي تشعر بها إسرائيل حاليا في عقاب العملية التي استعادت بها عددا من محتجزيها لدى حماس والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين ما هي إلا نشوة عابرة وانتصرا مؤقتا لرئيس الوزراء المحاصر من يمين نتنياهو أضفت الصحيفة أنه بعد مرور ثمانية أشهر على الحرب الطاحنة في غزة يبدو أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في تفكيك قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف تنتاب الإسرائيليين من أن الوقت ينفد بالنسبة للعديد من المحتجزين في غزة حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية بالفعل وفات حوالي ثلث المحتجزين